قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأجنبية المنتشرة في سوريا بدون قرار من الأمم المتحدة تشكل مانعا من توحيد البلاد وجاءت تصريحات بوتين هذه خلال لقائه مع نظره السوري بشار الأسد في موسكو يوم الاثنين وقال لكريملين أن بوتين قدم تهانيه للأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية أيضا ومن جهته عبر الأسد عن شكره لبوتين على إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا والتصدي لانتشار الإرهاب وقد ساعد الدعم الروسي الأسد على استعادة نحو جميع الأراضي التي فقدها للمسلحين خلال الحرب الأهلية التي بدأت منذ عام 2011